اشتركوا في القناة وذلك بحضور سيد حسين طه إبراهيم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومشاركة وزراء العمل بالدول الأعضاء في المنظمة وممثلين عن المنظمات الإسلامية والدولية المعنية وفي تصريح له بهذه المناسبة أوضح أحمدان بأن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون المشترك بين الدول الإسلامية وعلى صعيد العمل وتنمية القوى العاملة وتعزيز مقومات أسواق العمل وتبادل التجارب والخبرات على صعيد معالجة البطالة وأكد في هذا الشأن دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تبدلها منظمة التعاون الإسلامي في إطار برنامج عملها والمشروعات التي تقوم بها لدعم تطوير وتنمية أسواق العمل في الدول الأعضاء لافتا في هذا السياق إلى أن وفد مملكة البحرين سيطلع المؤتمر على أبرز إنجازات المملكة ومبادراتها في مجال خفض عدد الباحثين عن عمل وتنمية المؤرد البشرية وكذلك الخطط الاستراتيجية التي تتخذها المملكة لاستمرار إصلاح وتنظيم سوق العمل